بيبدأ الفيلم بشاب اسمه توماس وبيفوق من حالة اغماء شديدة وبيلاي نفسه محبوس جوا اسانسير وطلع بيه لمكان مجهول فبيرتبك وبيفضل يصرخ بصوت عالي على امل ان حد يساعده بس فجأة بيقف الاسانسير وبيتفتح من السقف وبيبدأ يظهر قدامه مجموعة شباب وبيخرجوه فبيتفزع توماس وبيطلع يجري وبيلاي نفسه محبوس في غابة ومتحاصر بأسوار عالية جدا ومفيش اي طريقة للخروج فبيقبض عليه الشباب دولت وبيحطوه في زنزانة وبيجي يتكلم معاه واحد اسمه قلبي وبيسأله عن اسمه فبيقوله توماس انه مش فاكر اي حاجة عن نفسه ده حتى كمان مش فاكر ازاي يجي المكان ده اصلا فبيقطعوا قلبي ويقوله انه فقد الذاكرة بشكل مؤقت وهيرجع يفتكر كل حاجة في خلال يومين بالكتير وبعدها بيخرجوا من الزنزانة وبياخدوا جولة في المكان وبيبدأ يقوله انهم يسميين المكان ده بالغابة وكل شهر بيجي شخص جديد في الأسانسير من مكان مجهول وبيكون معاه اكل ومية وفاقد الذاكرة زيك كده بالزبط ولكن بعد يومين بالكتير هتفتكر كل حاجة معادة سبب وجودك في الغابة وكمان مش هتفتكر مين اللي خطفك وجابك هنا بالزبط وبيبدأ يعرفوا ان كل الشباب حصلوهم نفس الموضوع دوت وبعد فترة اتفقوا انهم يتعاونوا مع بعض ويتأقلموا على الوضع اللي هم فيه لحد بقى ما يلاقوا طريقة يهربوا بيها من الغابة دي وبيبدأ يشرح له قلبي ان فيه تلت قوانين لازم يلتزم بيهم اولا ان يساعد زميله في المكان من غير كسل وما يقزيش حد فيهم واهم قاعدة ممنوع يتخطى اسوار الغابة ابدا لان ده عيشكل خطر على حياته وبعد ما بيخلص كلامه بيوديه لطفل اسمه تشاك وبيخليه جاهز له مكان عشان ينام فيه فبيلاحظ تومس كده ان فيه اتنين جايين من بره اسوار الغابة وبيبدأ يسأله ومكانه بيعمله ايه بره الصور وده لان قلبي قاله ان ممنوع حد يروح هناك او يتخطى الصور نهائي فبيبدأ يقول له تشاك ان دول بيشتغلوا مستكشفين في المتاهة وممنوع حد يدخل الصور غيرهم لان دي وظيفتهم هم فبيستعرب تومس من موضوع وبيكون مش فاهم ايه المتاهة اللي عمال يتكلم عنها دي وبيروح نحية الصور عشان يشوف المتاهة دي بنفسه وبيكون كمان عاوز يدخلها فبييجي واحد اسمه جالي وبيزقه بعيد عن ضوابة الصور وبيبدأ يقول له ان ممنوع حد يقرب من البوابة دي لانه مدخل المتاهة فبييجي قلبي ومعاه زميله عشان يبعدوه عن البوابة وساعتها بيتعصب تومس وبيقول لهم ان عاوز تفسير حالا اللي بيحصل وإيه بقى حكاية المتاهة اللي هم خايفين منها دي وليه بيمنعون ان يدخل وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي البوابة بتتقفل لوحدها وبيمشوا كلهم بعيد عنها وبالليل بيتكلم معاه واحد اسمه ميوت وبيعرفه كل حاجة عن المتاهة وبيقوله ان المكان ده خطير جدا ولو حد فضل موجود فيها لحد بالليل البوابة بتقفل عليه وساعتها بقى يا بيختفي نهائي يا إما بيموت عشان كده بمنوع حد يروح هناك غير المستكشفين لان وظيفتهم يدخلوا المتاهة كل يوم الصبح عشان يدوروا على طريقة للخروج منها ولكن للأسف بقى لهم 3 سنين مش لقين مخرج نهائي ده غير ان فيه مستكشفين كتير جدا ماتوا فيها وده بسبب ان فيه كائنات مرعبة في المتاهة اسمهم كائنات الالجريف واللي بيقضوا على اي حد موجود هناك وبعدها بيتمشوا مع بعض وبيعرض عليه جالي يلعب معه لعبة الدايرة وبيفاهموا ان اللعبة دي عبارة عن قتال جوا دايرة ولو خرج منها هيخسر فبيوافق توماس وتاني يوم بيجي قلبي وبيصحيه وبياخده معاه عشان يحفر اسمه على الحيطة زي باقي الشباب وهناك بيلاحظ توماس كده ان فيه اسماء مشتوبة وبيعرف ان ديه اسماء الشباب اللي ماتوا فبينصحوا قلبي ما يعملش اي مشاكل مع زميله وانه لازم يتعاون معهم عشان يخرجوا من المكان اللي هم فيه وبعدها بيوديه ساعة زميله في زراعة المحاصيل وهناك بيتكلم معام يوت وبيطلب منه يروح يجمع السماد عشان الزرع فبيوافق توماس وبيروح نحية الاشجار وفجأة بيلاقي واحد واقف وراه وشكله غريب جدا وبيعرف ان واحد من المستكشفين واسمه بن فبيهجم عليه بن وبيقوله انه هيقتله لانه السبب في كل ده وساعتها بيهرب توماس بسرعة وبيفضل بن يجر وراه لحد ما بييجي الشباب وبيضربوه وبيلاقوا اثر لدعف جسمه كأن فيه كائن عضو فبيقولهم قلبي ان بيل بقى خطر عليهم وبيأمرهم فورا يخرجوه من بوابة المتاهة وفعلا بيخرجوه من البوابة وبيشتب جالي اسمه من على الحيطة وده لانه واثق ان كائنات القلجرف هتقتله وبالليل بيحلم توماس بوحدة في مختبر وبيفوق مفزوع من النوم ومش فاكر مين البنت دي ولما بيخرج للغابة بيقعد مع زميله وبيشوف الصدفة قلبي واخارج من بوابة المتاهة مع المستكشفين وبيقوله ميوت ان اكيد فيه حاجة غريبة بتحصل لان قلبي والقائب بتاعهم ومش بيدخل المتاهة نهائي غير في الظروف الطارقة فبيستغرب الشباب وبيجمعوا كلهم قدام البوابة عشان يستنوا قلبي وزميلهم المستكشفين وللأسف بيلقهم اتأخروا وبتكون البوابة على وشك انها تقفل عليهم بس فجأة بيشوفوا قلبي قدامهم وهو مصاب وبيكون صاحب ومينه شايله وبيجري بيه بسرعة عشان يلحق البوابة قبل ما تتقفل وقتها بيجري توماس بسرعة ناحيتهم عشان يساعدهم بس للأسف بتقفل البوابة عليهم وما بيكونش فيه سبيل للخروج من المتاهة غير انهم يستنوا لحد بكرة وبيعرف توماس ان قلبي فاقد الوعي وده بسبب ان تلضع في الغابة من كائنات الالجريف وساعتها ضربوا مينه على دماغه عشان يفقدوا الوعي وبالليل بيتفقوا انهم يستخبوا في اي مكان لحد ما البوابة تتفتح السبح وبيبدأ يرفعوا قلبي بحبل عشان يخبوه في الزرع ولكن فجأة بيلاقوا كائن الالجريف قريب منهم فبيهرب مينه بسرعة وبيسيب توماس لوحده وساعتها بيستخبى توماس في الزرع لحد ما بيلاقي الكائن دامشي فبيخرج من مكانه وبيربط الحبل اللي رفع بيه قلبي وبعد ما بيتحرق بيلاقي مادة لازجة على كتفه وبيتفاجئ ان الكائن موجود فوقه وبيهجم عليه فبيهرب توماس بسرعة وبيحاول يطلع فوق الجدران لحد ما بيتكابل في الزرع وبيطلع يجري وفي طريقه بيقابل مينه قدامه وبيعرفوا مينه انهم لازم يهربوا بسرعة قبل ما جدران المتاهة تتقفل عليهم وده لانها بتتغير كل خمس دقايق وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي الكائن جاي ناحيتهم فبيبدأ توماس يستدرجه ويخليه يجري وراها لحد ما بيقدر بزكاؤه يخلي الجدران تتقفل عليه وتموته وتاني يوم بتتفتح البوابة وبيتجمع كل الشباب عشان يطمنوا عليهم وبعدها بيتفاجئوا انهم خارجين هم التلاتة وبتكون دي اول مرة حد يقدر يهرب من كائن الالجريف فبيحاولوا يعالجوا قلبي بسرعة وبعدها بيعملوا اجتماع وبيكون جالي حاوز يعاقب توماس وده لانه دخل المتاهة ما انه عارف كويس ان ده ممنوع ولكن بيعترض مينه على كلامه وبيقولوا ان توماس ده اشجع شخص فيهم وبالعكس لازم يكون واحد من المستكشفين وفجأة بيسمعوا صوت الاسنصير وبيروحوا كلهم هناك وبيلاقوا ان فيه بنت مغم عليها وفي ايديها ورقة مكتوب فيها انها اخر واحدة هتوصل لهم فبيستغربوا كلهم ان الاسنصير جي بدر عن معاده وبيلاقوا ان البنت فقت وبتقول اسم توماس وبيغم عليها تاني فبيكتشف توماس ان البنت دي هي اللي شافها في الحلم وبيستنتج ان فيه علاقة بينهم وجايز يعرفوا بعض وبعد شوية بيكرر توماس يدخل المتاهة ويدور على كائن الالجرف اللي قتله على امل يعني انه يلاقي اي تفسير اللي بيحصل فبيقولوا مينه انه هيساعده وبيجمع باقي المستكشفين وبيدخلوا كلهم المتاهة لحد ما بيلاقوا الكائن وبيتفاجئوا ان فيه جهاز ارسال في راسه ومكتوب عليه رقم 7 والمفاجأة الاكبر بقى ان الكائن ده مجرد روبوت ومش حقيقي فبيبدأوا ياخدوا الجهاز وبيخرجوا من المتاهة وبيلاحظ ميوت كده ان الجهاز مكتوب فيه كلمة ويد ودي نفس الكلمة اللي موجودة على الاكل والمؤن اللي بيجي لهم في الاسنسير كل شهر فبيقول لهم توماس انهم لازم يستكشفوا المتاهة دي لوقت اطول من كده لان اكيد الناس اللي حبساهم في الغابة هم اللي صنعوا كائن الالجرف وده طبعا معناه ان حياتهم مهددة بالخطر فبيعتار الجالي على كلامه وبيكون عاوزوا يتعاقب على دخول المتاهة لانه شايفين بالطريقة دي كل الشباب هيعملوا زيه وما حدش هيمشي على القوانين وفعلا بيكرر ميوت ان يحبس توماس في الزنزانة لمدة يوم واحد بس اول ما يخرج هيكون واحد من المستكشفين وهيكون ليس صلاحية ان يدخل المتاهة في اي وقت ممكن وقبل ما يدخل الزنزانة بياخدوا مينه لمقر المستكشفين وبيبدأ يوريله نموذج مصغر من المتاهة وبيقول لهم ان اكتشفوا ان مفيش مخرج نهائي من المتاهة بس اضطروا يخب على زميلهم عشان ما يفقدوش الامل في الخروج من المكان الغريب دوت بس بيبدأ يقولوا ان المستكشفين اكتشفوا حاجة تانية ان فيه ثمان بوابات في نهاية المتاهة وكل بوابة مكتوب عليها رقم وفجأة بيجي تشاك وبيقول لهم ان البنت فقت وتخنقت مع كل الشباب وللأسف محدش عارف يتكلم معاها نهائي فبيروح تومس عشان اتكلم معاها وبيبدأ يقول لها انه مش هيئزيها فبتوافق تتكلم معاها وبتقوله ان اسمها تريسا وانها مش فاكرة اي حاجة تانية غير اسمها فبيقول لها تومس ان كل الموجودين جالهم نفس الحالة بتاعتها وبيعرفها انه حلم بيها قبل كده وهي وقفة في المختبر وساعتها سمع واحدة بتقول ان وكد طيبين فبتتصدم تريسا لانها حلم بيهو كمان وبتدي له قمبوبتين فيهم مادة كيميائية غريبة وبتبدأ تقوله انها لقيتهم في جبهة فبيحس تومس كده ان المادة دي ممكن تعالج قلبي وبيروح عشان يحقنوا بيها بسرعة بس بعدها بتحبس في الزنزانة لحد تاني يوم واول ما بيطلع النهار بيدخل المتاهة هو ومينو وبيروحوا للبوابات اللي موجودة في نهاية المتاهة وبيتفاجئوا ان البوابة رقم 7 مفتوحة في غير معادها وفجأة بيسمعوا صوت جهاز الارسال اللي لقوه في راس كائن الالجريف وبيلاحظوا كده انه بيعمل صوت كل ما يقربوا من البوابة فبيتحركوا من مكانهم وبيدخلوا البوابة لحد ما بيلاقوا الجهاز نور اخدر وبيتفتح قدامهم بوابة تانية واول ما بيدخلوا البوابة دي بيلاقوا البوابات بدأت تتقفل وده لانها لقطت ان في حد غريب في المكان فبيجروا بسرعة عشان يلحقوا بوابة المتاهة قبل ما تتقفل عليهم والحسن الحظ بيقدروا يخرجوا وبيوصلوا للغابة بامان وقتها بتكون تريسا مستنياهم وبتقولهم ان قلبي فاق وحالته بقت كويسة فبيروح عشان يطمنوا عليه وبيقولهم ان المادة الكيميائية اللي اتحقن بيها خليته يفتكر كل حاجة وبيعرفهم ان في مختبر ابحاث اسم ويجد هو اللي خطفهم وان توماس و تريسا كانوا شغالين معاهم وقبل ما يكمل كلامه بيسمعوا صوت غريب في الغابة وبيتفاجئوا ان بوابة المتاهة فتحت في غير معادها وبيدخل منها كائنات الالغرف وبيهجموا على كل الشباب فبيجري توماس وزميله عشان يهربوا وبيتفاجئوا ان الكائن مسك صاحبهم التشاك فبيضحي قلب بنفسه وبينقزه في اخر لحظة وبيطلب من توماس ياخد زميله ويهربوا بسرعة من المكان وقبل ما يكمل كلامه بيسحبوا الكائن ناحيته وبيخلص عليه فبياخد توماس حقنة المادة كيميائية اللي كانت مع تريسا وبيفقد الوعي وده عشان ذاكرته ترجع له مرة تانية ويفتكر كل اللي حصل وفعلا بيبدأ يفتكر ذكريات الماضي وبيعرف انه كان شغال في مختبر وجد هو وتريسا وساعتها شافوا الدكاترا وهم بيأذوا الناس فما وفقوش على اللي بيعملوا الدكاترا واعترضوا على الشغل اللي معاهم فقرر كل الدكاترا اللي هناك انهم يعقبوهم وبعطوهم للغابة عشان ما يقفوش في طريقهم وبعد شوية بيفوق تومس وبيلاقي نفسه محبوس في زنزانة مع تريسا وبيقول له ميوت ان كائنات الالجرف خرجت من الغابة اول ما الشمس طلعت وبيبلغوا ان جالي عاوز يتردوا من الغابة هو وتريسا ويدخلهم بوابة المتاهة خصوصا بقى بعد ما عرف انهم كانوا شغالين في مختبر ويكت فبيقول له تومس ان وجد كان حبسينهم في المختبر من وهم صغيرين ولما كبروا بعطوهم للمتاهة زي فران التجارب عشان يجربوا عليهم اختراعاتهم وبعد شوية بيجي سحاب جالي عشان ياخدوه هو وتريسا ويدخلوه المتاهة بالاجبار ولكن تومس بيقومهم وبيضربهم وكل الشباب بيقفوا ضد جالي وبيعرفوا انهم هيدخلوا المتاهة وده عشان يدوروا على طريقة يخرجوا بيها من المكان في اسرع وقت ممكن وبعدها بيتحرك تومس واللي معاه وبيروحوا للبوابة السبعة اللي كانت موجودة في المتاهة وإحناك بيشوفوا كائن الالجرف بيحرص البوابة فبيهجموا عليه كلهم وبيتخلصوا منه بس فجأة بيظهر عدد كبير جدا من الكائنات دي بس قبل ما يهجموا عليهم بتبدأ الأصوار تتحرك وبتقضي عليهم كلهم فبيستغل تومس الفرصة وبيهرب هو وزميله لحد ما بيوصلوا لنفق طويل وأخيرا بيلاقوا قدامهم باب الخروج من المتاهة فبيدخلوا منه وبيلاقوا نفسهم في مختبر ويكد وان كل الدكاترة اللي هناك ميتين وبيخمنوا كده فبيدوس تومس على الزرار اللي بيشغل الفيديوهات المتسجلة وبيزهر قدامهم فيديو لدكتورة إيفا مديرة مختبر ويكد وبتقول لهم فيه انها حطتهم في المتاهة عشان تختبر قدرتهم على التعايش مع العالم الجديد وده لان حصل ظاهرة اسمها اقتراب الشمس والظاهرة تسببت في تدمير العالم كله وموت مليارات البشر والأسوأ من كده ان انتشر فيروس في الجو بيأثر على مخ الإنسان وملوش علاج نهائي ولكن بعد فترة ظهر جيل جديد من البشر قدر يتكيف مع الفيروس ومش بيتأثر به تماما وطبعا كل الشباب اللي في الغابة من الجيل دوت والنوع متوضعه تحت الاختبار في المتاهة وده عشان يتعمل عليهم تجارب ويعرفوا ليه مش بيتأثروا من الفيروس على أمل انهم يلاقوا مصلة أو علاج ينقذوا بيه البشرية وبعد ما بتخلص كلامها بتقتل نفسها وبيتأكدوا ان جثتها موجودة في المكان وفجأة بيلقوا باب الخروج من المختبر اتفتح قدامهم وبيظهر جالي من وراهم ومسك مسدس وبيكون ملدوع من الألغريف وبيقول لهم انه مش هيسمح لهم يخرجوا من المكان أبدا فبيضربوا مينو برمح في كتفه وبتخرج رصاصة من مسدس جالي وبتيجي في تشاك بالغلط وللأسف بيموت فبينهار توماس وزميله وفجأة بيجي كتيبة كبيرة جدا من الجنود عشان ينقذوهم وبيبدأوا يخرجوهم من المكان وبيركبوهم طيارة لحد ما يبعدوا عن مختبر ويكت وفي اللحظة دي بنشوف دكتور ايفا ويعيشة وبتتكلم عن رجالتها وبنكتشف كمان انها كانت بتمثل عليهم وده عشان تخليهم ياثقوا في منظمة ويكت ويطبقوا عليهم التجربة الجديدة وبيخلص الجزء الاول من الفيلم بيبدأ الفيلم بشاب اسمه توماس هو نازل من الطيارة مع صحابه ورايحين لمقار منظمة اسمها سكورش وده بعد ما هربوا من منظمة اسمها ويكت كان حبسانهم في متاهة عشان بيعملوا عليهم تجارب وفجأة بيهجم زومبي على المكان وبيحاول جنود سكورش انهم يخلصوا عليهم فبيهرب توماس والمعاه وبيدخلوا للمقر بسرعة وبيقفلوا عليهم الباب وساعتها بيجي جانسون رئيس المنظمة وبيرحب بيهم وبيعرفهم انهم يعودوا في مقر المنظمة لفترة مؤقتة وبعدها هينقلوهم لمكان آمن يقعدوا فيه وده لان في ظاهرة اسمها اكتراب الشمس قضت على مليارات البشر وبسببها انتشر فيروس حول معظم الناس لزومبي وبعدها بيروح توماس عشان يتكلم مع جانسون على انفراد وبيقولوا ان منظمة ويجد كانوا حبسينه هو واصحابه في متاهة ولما خرجوا منها لقوا ان كل اللي شغالين في المنظمة ماتوا ولحد دلوقتي مش فاكروا وليه تحبس في المتاهة ديت مع انه كان شغال مع منظمة ويجد زمان فبينصحوا جانسون ان ينسى الماضي ويفكر في مستقبله ولما بيخلص توماس كلام معاه بيروح قاية الاكل عشان ينضم الزميله وبيتفاجئ ان في شباب كتير جدا هناك فبيقولوا واحد منهم ان كل الشباب دول كانوا محبوسين في متاهة زيه بالزبط ومنظمة سكورش هم اللي ساعدوهم عن الهروب وجابوهم المقر هنا عشان يكونوا في امان من منظمة ويجد اللي عاوزين يعملوا عليهم تجارب وقبل ما يكمل كلامه بييجي جانسون ينادي على 8 شباب عشان يخدهم لمختبر ويعمل عليهم فحصات قبل ما يوديهم لمكان آمن اسمه المزرعة وبيقولهم ان كل يوم هينادي على 8 منهم عشان ينقلهم لمزرعة وبعدها بيسيبهم ويمشي وقتها بيشوف توماس حبيب تريسا ماشي مع مجموعة علماء من منظمة وبيمنعوا الحراس ان يروح يتكلم معاها فبيبدأ يشك كده ان في حاجة بتحصل في المكان دوت وبيروح مع زميله للأوضة اللي هيناموا فيها وبيستغرب جدا لما بيلاقي الحراس بيقفلوا عليهم الأوضة وبالليل بيسمع صوت جاي من فتحة التهوية وبيلاقي شاب اسمه إيريس بيشاوله عشان ييجي وراها وبيدخل معاها لفتحة التهوية وبيفضلوا يمشوا فيها لحد ما بيلاقوا داكاترا شايلين اتنين على سرير متحرك ويدخلين بيهم لمختبر سري فبيقول له إيريس ان في حاجة مش طبيعية بتحصل في المكان دوت وشاكت كده ان فيه سر كبير ورا جونسون ومنظمة سكورش وتاني يوم بيجي جونسون ينادي على 8 شباب عشان يخدهم يعمل لهم فحصات وبعدها يوديهم للمكان الآمن اللي قال لهم عليهم بارح وساعتها بيتكلم توماس مع صحابه وبيحكي لهم كل حاجة وبيقول لهم ان سرقم الحارس كارت فتحة لبواب وهيروح للمختبر عشان يفهم إيه اللي بيحصل بالزبط فبيدخل لفتحة التهوية مع إيريس وبيتحركوا فيها لحد ما بيوصلوا للمختبر السري بتاع منظمة سكورش وهناك بيلاقي قدامهم أنابيب جواها كائنات مخيفة اسمها الألغريف والكائنات دي بتاعت منظمة ويجد اللي كانوا حبسينهم في المتاهة بس الصدمة انهم بيلاقوا كل الشباب اللي تنادع على اسمهم متعلقين على أجهزة متطورة وبيتم استخراج مادة من جسمهم وده معناه ان منظمة سكورش أشرار وبيشتغلوا مع منظمة ويجد وحبسين الشباب في المقر عشان يعملوا عليهم تجارب مش عشان ينقذوهم وقبل ما يخرج توماس وإيريس من المكان بيلون جونسون داخل المختبر فبيستخبوا بسرعة وبيلون جونسون بيكلم مع دكتورة إيفا مديرة منظمة ويجد وبيقول لها انه هيسلمها الشباب بكرة قبل ما منظمة الزراعة اليوم نتنقذهم لان المنظمة ديت بتدافع عن العالم من شر منظمة ويجد وموجودين في منطقة بين الجبال فبيتصدم توماس لما بيعرف ان إيفا لسه عايشة لانه شاف فيديو لها قبل كده وهي ميتة واول ما بيلاقي جونسون خارج من القوضة بيطلع يجري هو وإيريس وبيرجعوا عند صحابهم وبيقرروا يهربوا من مكان ده بسرعة قبل ما وجد يعملوا عليهم تجارب هما كمان فبيخرجوا من مكان التهوية وبيطلعوا يجروا لحد ما بيلاقوا قدامهم واحدة من الدكاترة فبيخلوها توصلهم لتريسا حبيب توماس وبياخدوها وبيروحوا نحية الباب عشان يهربوا لكنهم للأسف بيلاقوا الباب مقفول وبييجي جونسون والجنوب بتوعه عشان يقبضوا عليهم فبيفتح لهم إيريس الباب من برا وبيخرجوا كلهم من مكر وبيستخبوا في مغزم مهجور وهناك بيتكلم توماس مع صحابه وبيقول لهم ان جونسون ومنظمة ويجد عاوزين ياخدوا مادة معينة من جسمهم ولازم يروحوا لمنظمة الزراع اليمنى وينضمونهم في الحرب ضد منظمة ويجد وده عشان يخلصوا العالم من شرهم واول ما بيشغلوا الكهرامة في المكان بيهجم عليهم مجموعة زومبي وبيكونوا عاوزين يعضوهم فبيطلقوا يجروا بسرعة وبيدخلوا ممر في باب الخروج ولكن بيلاقوا ان الباب مقفول وبيحاولوا واحد اسمه ونيستن انه يضرب نار على الزومبي لحد ما زميله يجسروا الباب فبيهجم عليه الزومبي وبيعضوه وساعتها بياخدوا توماس وبيهربوا بسرعة وبيستخبوا في مكان آمن وتاني يوم بيتحركوا عشان يروحوا لمنطقة الجبال اللي فيها منظمة الزراع اليومنا وفجأة بيقع ونيستن على الارض وبيكون خلاص قرى بيتحاول لزومبي بسبب انه تعد فبيدتروا يشلوه وبيتحركوا بيه قبل ما طيرات منظمة ويك دي تشوفهم وفي طريقهم بيلاقوا عصفة رملية وبيعودوا يستريحوا في مكان آمن وساعتها بيطلب منهم ونيستن انهم يسيبوه ويمشو لانه خلاص هيتحول وهيبقى خطر عليهم وفعلا بيسيبوه ويمشو طول النهار في السحرة لحد ما المياه بتخلص منهم فبيقرروا يناموا مكانهم عشان يقدروا يكملوا طريقهم وبالصدفة بيلاحظ تومس نور جاي من مبنى بعيد وفجأة بيلاقوا غيوم في السماء فبيفهموا ان في عصفة رعدية جاية فبيطلعوا يجروا بسرعة ناحية المبنى وبيقع صاحبهم مينو وبيتصاب من الرعد فبيشلوه وبيدخلوا للمبنى في اخر لحظة وهناك بيلاقوا الزومبي مربوطين وبتيجي واحدة اسمها بريندا وبتطلب منهم يروحوا وراها فبيوافقوا وبيروحوا يقابلوا مايك رئيس العصابة اللي هي بتشتغل فيها وبيتفاجئوا انه عارف كل حاج عنهم ووصلوا معلومات انه هم هربوا قبل كده من مقر منظمة ويجد وبيقولولوا احنا بندور على منظمة الزراع اليومنا عشان ننضم ليهم فبيقمر رجالته يحبسوهم ويربطوهم من رجليهم وبيبدأ يحقق معاهم وبيكون فاكرهم جواسيس لويجد فبيعرفوا توماس انهم هربوا من منظمة ويجد عشان عاوزين يعملوا عليهم تجارب ويستخرجوا مادة معينة من جسمهم ولما بيرجع مايك لقطو بيتفاجئ ان جونسون وصل للمخبأ بتاعه هو وجنود ويجد وبيهددوا منه يقتلهم لو ما سلمهوش توماس ولي معاه فبيعرف مايك ان في حد خيم من رجالته وهو اللي بلغ جونسون بمكان الشباب وساعتها توماس ولي معاه بيحاولوا يهربوا من مكان ولكن بيلقوا الخين قدامهم وبيهددهم بالمسدس عشان يسلمهم فبتيجي بريندا من وراه وبتضربوا بالنار وبتاخدهم معاها عشان تخرجوا من المكان بسرعة فبيقابلوا مايك رئيس العصابة وبيقول لهم انها يوصلهم لمنظمة الزراعة اليمنى لانه بيشتغل فيها اصلا فبيخليهم يستخدموا حبل وبيخرجوا كلهم من المكان بسرعة معادة بريندا اللي بترجع عشان تجيب علبة من مكتبها فبيروح توماس معاها عشان يحميها وبتتفاجئ ان جنود وجد قدامها وبتضرب عليهم نار وبعدها بيطلعوا يجروا وبتقولوا بريندا ان فيه كنبيلة هتنفجر في المكان في خلال 3 دقايق وفعلا بيتنفجر الكمبيلة وبيمشوا في الصرف عشان يخرجوا من المكان وفجأة بيلاقوا قدامهم زومبي وبيطلعوا يجروا بسرعة لحد ما بيخرجوا من المكان فبيطلعوا على مبنى ميل قدامهم وبيتفاجئوا ان الزومبي بيترضوهم فبتدخل بريندا جوا المبنى وبتتزحلق وبتقع على الازاز اللي بيكون على وشك انه يتكسر ولما بيجي توماس بيتزحلق زومبي نحيب بريندا وبيعورها في رجليها قبل ما تقع من فوق المبنى فبيمسكها توماس وبينقذها قبل ما تقع ولما بينزله على الارض بتشوف بريندا رجليها وبتفهم انها قربت تتحول لزومبي فبتتجاهل الموضوع وبتقول لتوماس لازم نروح لبيت واحد اسمه ماركوس لان مايك وصحابك موجودين هناك واول ما بيوصلوا للمكان بيقابلهم واحد اسمه ايرني وبيعرفوا من ماركوس جوا ولازم يشربوا من مشروب بتاعه عشان يدخلوا فبيضطروا يشربوا وبيدخلوا للبيت وفجأة بيقع على الارض وبيطلع انهم تخضروا ولما بيفوق توماس بيلاقوا قدامه حبيبته تريسا هي وصحابه وبيتفاجئ ان مايك بيدرب ايرني لانه كيزب على توماس وكان ناوي يسلمه لمنظمة ويكت وبعدها بيسرق العربية بتاعته وبيتحركوا كلهم ناحية طريق الجبال وفي طريقهم بيلاقوا عربيات في وسط الطريق وبينزلوا من العربية عشان يكملوا ماشي وفجأة بيتضرب عليهم نار وبيلاقوا بنتين مسكين سلاح وعاوزين يخلصوا عليهم فبيشوفوا قرس وبيطلع انهم صحابه وبيشتغلوا مع الزراع اليومنا فبياخدهم لفينز رئيس المنظمة وساعتها بتقع بريندا على الارض وبيغم عليها فبيعرف فينز انها متصابة بفيروس الزومبي وبيقرر يخلص عليها قبل ما تتحول ولكن بتيجي دكتورة اسمها ماري وبتقوله انها هتقدر تعالجها ولما بتشوف توماس بتتعرف عليه وبتقوله انها كانت بتشتغل معاه في منظمة ويكت زمان وبعدها بتقمر اتنين ينقلوا بريندا للخيمة بتاعتها عشان تعالجها بسرعة فبيروح توماس معاها وبتشرح له ان منظمة ويكت لقوا علاج مؤقت لفيروس الزومبي وده عن طريق انزيم موجود في جسم الشباب وللأسف مش بيعالج الفيروس بشكل كامل فبيفهم توماس ان ويكت بيدوروا عليه هو وصحابه وده عشان ياخدوا من جسمهم الانزيم دوت وبعد ما بتخلص كلامها بتحقن بريندا بانزيم الشباب وبتعرفوا انها لسه مصابة بالفيروس والانزيم دوت هيقلل بس انتشاره في جسمها مش اكتر فبيروح توماس عشان يقوم مع اصحابه مينا وميوت وبيبدأ يسألهم عن حبيبته تريسا فبيقولوله انها واقفة لوحدها عند الجبل ولما بيطلع لها بتعرفوا انها خانته وانها اتصلت بمنظام تويكت وعرفتهم مكانهم وده عشان يجوا يمسكوهم وياخدوا الانزيم من جسمهم لان في ناس كتير جدا متصابة بفيروس الزومبي ولازم يتعالجوا فبيتصدم توماس ويحق صحابه ويهربوا من المكان ولكن الطيرات بيدربوا صواريخ في المكان وبتبدأ معركة ما بينهم وبين منظمة الزراعة اليمنى فبيروح توماس ناحية صحابه وبيلايك جنود ضربوهم بخنبلة كهربائية وفقدوا الوعي فبيقوله مايك انه مضطر يهرب من المكان فورا هو وبريندا وبيكترح عليه انه ييجي معاهم فبيرفو توماس انه يسيب صحابه لوحدهم وبيلايه قدامه شنطة متفجرات وبيبان كده انه بيخطط لحاجة وبعد شوية بيروح يسلم نفسه لمنظمة ويجد وبيضربه جنسون وبيقعده على الارض جنب صحابه وساعتها بتوصل طيارة تبع منظمة ويجد وبيخرج منها دكتورة ايفا رئيسة المنظمة فبتيجي تريسا تقف جنبها وبتعتزل لصحابها عشان خانتهم وبتقولهم ان ويجد هدفهم يصنعوا على الاجل الزومبي عشان يساعدوا العالم ثابت قطعها دكتورة ماري وبتقول ان ويجد هم السبب اصلا في تدمير العالم وقبل ما تكمل كلامها بيدربها جنسون بالمسدس وبتموت فبيطلع توماس القنبلة من جيبه وبيعددهم انه يفجرها فيهم لو محرروش صحابه وفجأة بيجي مايك وراكب عربية نقل وبيدخل في طيارة هليكوبتر عشان يفجرها ويدي فرصة لتوماس انه يهرب هو وصحابه فبيستغل لتوماس الفرصة وبيحدف الكمبلة اللي معاه على جنود ويجد وقبل ما يهرب بيجي جنسون يضربه وبيكرر يخلص عليه بالمسدس ولكن بريندا بتضربه بالنار في كتفه وبتنقذ توماس في اخر لحظة وساعتها بيلاقوا منظامة ويجد بيركبوا الطيارة وبياخدوا معاهم مينو صاحب توماس وبيهربه وتاني يوم بيكرر توماس ان يروح لمنظامة ويجد عشان ينقذ مينو وبيقول لصحابه انهم لازم يدمروا منظامة ويجد بالكامل عشان يتخلصوا من شرهم وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم بمجموعة شباب محبوسين في قطر بيتحرك ناحية منظامة ويجد والمنظمة داية هم اللي واخدين الشباب دول قسرة عشان يعملوا عليهم تجارب لان فيه فيروس خطير انتشر في العالم وحول الناس لزومبي وقتها بيكون فيه شاب اسمه توماس راكب عربية وبيمشوا ورا القطر عشان ينقذ صاحبه مينو اللي موجود من ضمن القسرة فبيطلع فوق القطر عشان يوقفه ويفصل عنه العربية اللي موجود فيها القسرة وفعلا بيقدر يوقف القطر وبيجي صاحبه ميوت عشان يساعده ويفصل العربية وزاعدها بيظهر جنود شركة ويجد وبيضربوا عليهم نار فبيحاول توماس يعطلهم لحد ما ميوت يفصل العربية واول ما بيفصلها بيلايس حابهم بريندا ومايك ركبين طيارة وجايين يساعدوهم فبيحدفلهم خطاف وبيربطوا العربية في الطيارة وبيطيروا لبعيد عن المكان قبل ما منظمة ويجد تبعط لهم جنود تانيين ولما بيوصلوا المكان آمن بيفتحوا العربية وبيلاقوا فيها القسرة وبيتفاجئ توماس ان صاحبه مينو مش معاهم ولكن بيلاقوا صاحبه إيريس وبيكون مش فاهم مينو راح فين فبيتجمع توماس هو واصحابه وبيعودوا يتكلموا مع إيريس وده عشان يعرفوا اللي حصل لمينو فبيقولوه من القطر ده كان فيها عربية تانية محبوس فيها قسرة تانيين ومينو كان من دمن القسرة دول وان منظمة ويجد كان هيودوهم لمقر المنظمة في مدينة كبيرة صلحة للحياة اسمها المدينة الأخيرة فبيكرر توماس يروح المدينة دي عشان ينقذ مينو ولكن صاحبه فينس بيعرضه وبيرفض يساعده لان ده خطر عليهم لان مقر منظمة ويجد متأمن كويس ومليان حراس فبيصمم توماس على رأيه وبيجاهز شنطته عشان يروح المدينة دي لوحده فبيشوف صاحبه ميوتو فري وبيكرروا يروحوا معاه ويساعدوه في انقاذ مينو فبيركبوا العربية وبيتحركوا نحية المدينة وفي طريقهم بيدخلوا النفق ظلمة وبيسمعوا صوت غريب حواليهم وفجأة بيهجم عليهم مجموعة زومبي وبيقلبوا بيهم العربية فبيخرج توماس وصحابه وبيضربوا عليهم نار ولكن بيتفجأوا ان عددهم كبير جدا والرصاص بيخلص منهم وبيقدروا ينقذوهم في الوقت المناسب وبعدها بيأخذوهم وبيخرجوا برا النفا لحد ما بيوصلوا المكان آمن وبيشوفوا قدامهم المدينة الأخيرة وبتكون المدينة مليانة بأسوار عالية وصعب ان حد يدخلها بسهولة فبيقربوا نحية المدينة عشان يفكروا في خطة يدخلوا بيها وإهناك بيلقوا ناس فقرة عاملين ثورة قدام سور المدينة عشان منظمة ويكت رفضين يدخلوهم ومش بيسمحوا غير للأغنية بس انهم يعيشوا في المدينة دية وقتها بيكون فيه طيارات درون تابع منظمة ويكت بترأي بكل اللي بيحصل وبيشوفوا توماس وبيتعرفوا عليه فبيروح واحد من الجنود يبلغ جانسون مدير منظمة ويكت وبيأمرهم يضربوا نار في المكان عشان يخلص على توماس وفعلا بيدربوا نار وبيطلع توماس سيجري هو وصحابه لحد ما بيتقبض عليهم من فريق مقاومة ضد منظمة ويكت وبياخدوهم للمغبأ بتاعهم وهناك بيتفجأوا ان قائد الفريق دوت يبقى جالي صاحبهم اللي خانهم زمان وتسبب في موت واحد من صحابهم فبيتعصب عليه توماس وبيبدأ يضربوا وساعتها بيحاول جاليها ديه وبيقولوا نفس صفهم ولما بيعرف انهم عاوزين يدخلوا المدينة عشان ينقذوا مينو بيقرر يساعدهم وبياخدهم لصاحبه لورنس اللي عارف طريق الدخول للمدينة فبيقول لهم لورنس معاوه ورايح عشان ما يلفتش الانتباعه فبيقتنع توماس بكلامه وبياخد صاحبه ميوت وجالي وبيروحوا للنفق ولما بيخرجوا منه بيوصلوا للمدينة وبيروحوا يقفوا فوق مبنى عالي عشان يرقبوا مبنى منظامة ويج ويعرفوا هيدخلوه ازاي فبيبص توماس في التليسكوب وبيشوف حبيبته تريسا جوال مبنى وبيكون متضايق منها لانها خانته وانضمت لمنظامة ويج بحجة انها بتدور معهم على مصل للعلاج من مرض الزومبي المهم بعد شوية بيرجعوا للمغبأ بتاع جالي عشان يفكروا في خطة يدخلوا بيها مبنى ويج وينقذوا صاحبه ممينو فبيقترح توماس انهم يتواصلوا مع تريسا ويحاولوا يقنعوها انها تساعدهم في دخول المبنى ولكن ميوت بيتعصب عليه وبيقولوا ان تريسا خانتهم قبل كده واكيد هتدخلهم مرة تانية وبعدها بيسيبوا وبيخرج يعد لوحده فبيروح توماس يتكلم معاه وبيعتذر له ميوت عشان يتعصب عليه وساعتها بيقوله خبر صادم وهو انه تصاب بفيروس الزومبي ومرضوش يقوله عشان ما يقلقوهش وبيعرفون الفيروس بدأ ينتشر في جسمه وهيتحول لزومبي في خلال اسبوع واحد او اقل بس الغريب انه مش عارف ازاي تصاب بالفيروس اصلا مع انه ما تعدش من الزومبي والحال الوحيد دلوقتي قدامهم انه هم ينقذوا مينو باسرع وقت وده عشان يشوفوا طريقة يعالجوه بيها في الوقت ده بتكون تريسا بتتكلم مع مينو في مبنى منظام تويج وبتعرفوا انه هم بيسحبوا من جسمه انزيم بيقلل انتشار الفيروس وانها لسه بتعتبروا صديقها وبتعمل كل ده عشان تكتشف علاج الفيروس وتنقذ البشرية فبيتعصب مينو وبيعجم عليها وبيخنقها وساعتها بيجي الحراس يمسكوه وبياخدوا دبوس من شعرها عشان محدش ياخد باله ووقتها بتتكلم ايفا رئيسة منظمة تويج مع جانسون المساعد بتاعها وبتقوله انها اكتشفت حاجة خطيرة جدا وهي ان فيروس الزومبي بدأ ينتشر في الجو وللأسف البشر كلهم هيتحولوا الزومبي في خلال شهر بالكتير وانها خلاص فقدت الامل في انها تلاقي علاج للفيروس دوت وبنفهم من كلامها ان ميوت تصب الفيروس عن طريق الهوى بنرجع تاني لتريسة ويا في المدينة وبتتفاجئ ان توماس قدامها فبتروح تمشي وراها عشان تتكلم معاها ولكن جالي بيظهر من وراها وبياخدوها للمخبأ بتاعهم وهناك بيتكلموا معاها وبيهددها جالي انه هيخلص عليها لو مساعدتهمش يدخلوا لمبنى منظمة ويج وده عشان يخرجوا مينو والشباب اللي هم حبسينهم فبتضطر تريسة انها توافق وبتسأل توماس عن صاحبتهم بريندا اللي كانت متصابة بالفيروس فبيقول لها انها كويسة ومش باين عليها اعراض الفيروس من ساعة ما اخدت الانزيم اللي بيقال الانتشار الفيروس في الجسم وبيعرفها انه تبرع بالانزيم ده من دمه فبتتصدم تريسة وبتقول ان بريندا المفروض يبان عليها اعراض التحول وده معناه انها تعالجت من الفيروس تماما وبتقول لتوماس ان دمك فيه حاجة مميزة وهو السبب في علاجها فبيقطعها توماس وبيكون فاكرها بتجدب عشان تخليه انضم لمنظمة ويجد وساعتها بتسرق تريسة المنديل بتاعه اللي عليه دم وبتخبيه من غير ما ياخد باله وتاني يوم بينفزوا الخطة بتاعتهم وبيروحوا معها المبنى منظمة ويجد وهما متنكرين في زي حراس الامن فبيحط جالي جهاز على كابينت الكهرباء عشان يخلي صاحبه لورنس يختارك الكاميرات وكل انظمة الحماية اللي في المبنى وبعدها بيروحوا الغرفة التحكم وبيخلصوا على الحراس اللي هناك وبيفتحوا الزنزانة اللي محبوس فيها الشباب وبيتفاجئوا ان مينو مش معهم لانه تنقل للمختبر اللي في الدور العشرين عشان منظمة ويجد هيسحبوا من جسمه الانزيم فبيكرر توماس انه ياخد تريسة وميوت ويروحوا لهناك عشان ينقذوه اما جالي فبيكرر يخرج الشباب اللي حرروهم برا المبنى ووقتها بيركبوا الأسانسير وبيجي جونسون يركب معاهم وما بيكونش عارف انه دول يبقوا توماس وميوت لانهم لبسين قناع ولما بيخرجوا هم التلاتة من الأسانسير بيشوك فيهم جونسون وبيقرر يروح وراهم وفعلا بيوصل لهم وبيشوف توماس وميوت وبيضرب عليهم نار فبتزقهم تريسة برا الممر وبتقفل عليهم الباب وبتقول لجونسون انهم كانوا مهددينها واضطرت تنفذ أوامرهم وبتطلب منه ان يقبض على توماس فورا لان علاج الفيروس في دمه وبعدها بتتحرك ناحية المختبر عشان تفحص المنديل اللي موجود فيه دم توماس وفي اللحظة ديت بيكون توماس وميوت بيدوروا على مينو وبيفضلوا ينادوا عليه بصوت عالي وهم بيضربوا النار على الحراس وبيكتشفوا ان اجهازة الانذار اشتغلت وما فيش طريقة انهم يهربوا من المبنى ووقتها بيسمعوا مينو في المختبر وبيكون فيه دكتور حاوز يخضروا فبيطلع مينو الدبوس اللي سرقوا من تريسة وبيضرب الممرد اللي جنبه هو وكل الدكاترة اللي في المختبر وفي نفس الوقت بيخلص الرصاص اللي موجود مع توماس وميوت وبييجي حارس عشان يقبض عليهم ولكن بيتفاجئوا ان مينو بيجوا يضربوا وبعدها بيطلعوا يجروا هم التلاتة وقتها بياخد جالي الشباب اللي معاه وبيخرجوا من مبنى عن طريق الجراش ولما بيخرجوا بيلاقي ان بريندا قدامه وهي ركبة اوتوبيس وبتخلي الشباب يركبوا معاها عشان تخرجهم من مدينة بنرجع تاني لتومس وصحابه وهم دخلين قوضة وما بيكونش فيه اي طريقة للخروج من المبنى فبيضطروا ينطوا من الدور العشرين لحد ما بيقعوا في حمام سباحة وهو بيطلعوا منه بسرعة عشان يهربوا بس فجأة بيلاقوا قدامهم اربع حراس بيأمروهم يسلموا نفسهم والحسن الحظ بيطلع جالي واحد من الحراس دول وبيخلص عليهم وبعدها بياخد توماس وصحابه وبيتحركوا عشان يخرجوا من المدينة وفي الوقت ده بتكون برندة سيئة الاوتوبيس وبتحاول تخرج من المدينة فبتتفاجئ ان عربيات ويكدي بيطردوها عشان ياخدوا الشباب اللي معاها فبتدخل الشارع جانبي وبيبان كده انها بتخطط لحاجة لحد ما بتنزل من الاوتوبيس وبتدرب مسدس فلاير بيعمل اشارة في السماء وده عشان صاحبها مايك يشوفها ويساعدها وفعلا بيشوفها مايك وبيكون راكب رفعة فوقيها وبيحدف لها خطاف عشان تربطوا في الاوتوبيس فبتربطوا بسرعة قبل ما رجالة ويكدي يمسكوها وبيرفع مايك الاوتوبيس وبيخرجهم برا المدينة فبتاخد برندة الشباب وبتروح لمغبأ لورنس صاحب جالي ولكن مش بتلاقيه هناك لانه بيكون مجمع الناس الفقرة وبيتفق معهم انهم يدمروا صور المدينة عشان يدخلوا يحرب ويكدي ولو كذبوا في الحرب هيقدروا يعيشوا في المدينة زي الناس الاغنية فبيركب عربية وفي اللحظة دي بتسمع ايفا رئيسة ويكد صوت ضرب النار وبتكرر انها تخلي مبنى المنظمة بالكامل وينقلوا ابحاثهم لمكان تاني فبتقول لها تريسا انها اكتشفت سر خطير وهو ان دم توماس بيدمر الفيروس تماما وان العلاج الوحيد موجود في دمه وقتها بيكون توماس مع صاحبه ميوت ومينو ومش عارفين يخرجوا من المدينة لان ميوت خلاص قرى بيتحاول لزومبي وكمان فيه ضرب نار في المدينة فبيتصل على بريندا وبيقول لها تسيبه وتمشي من مدينة فورا لانه مش هيقدر يوصلها بسبب ضرب النار فبترف بريندا تتخلي عنه وبتوعده انها هتنقذه وبتشوف قدامها الطيارة بتاع بمايك وبتقوله انها هتجيله ومعها الانزيم اللي هيوقف انتشار الفيروس في جسم ميوت فبيكرر توماس انه ياخد ميوت وبيقرب من مكان الطيارة ولكن للأسف بيقع على الأرض وساعتها بيسمع صوت حبيبته تريسا وهي بتتكلم في مايكروفونات المدينة وهو بتقول ان علاج الفيروس في دمه هو وفجأة بيلف ظهره وبيلاقي ميوت تحول لزومبي بشكل كامل وهو بيطلع سكينة وبيهجم عليه فبيحاول توماس يبعده عنه وبالغلب بتيجي السكينة فبطن ميوته بيموت فبينهر توماس وبياخده المسدس بتاعه وبيروح لمبنى ويك واناك بيلاقي ايفا قدامه وبيسألها اذا كان دمه هو العلاج فعلا ولا لأ فبتأكد له فعلا ان دمه هو العلاج وبتعتزله على كل اللي حصل لصحابه بسببها وفجأة بيجي جانسون من وراها وبيخلص عليها عشان ما تسمحش لتوماس ان يهرب وبعدها بيخضره وبيخليه يفقد الوعي ولما بيفوق توماس بيلاقي نفسه مربوط في المختبر وبتاخد منه تريسا عينات دم فبيتكلم معات جانسون وبيقوله انت هتبقى عبد عندي وهاخد دمك كله عشان اعمل مصل للعلاج وقبل ما يكمل كلامه بتضربه تريسا على دماغه وبعدها بتفك توماس عشان يهربوا من المبنى بس للأسف بيهجم عليها جانسون وبيحاول توماس يدفع عنها وبيتخانق معاه فبيطلع جانسون مسدسه وبيهدده انه يخلص عليه لو ما نفسش او امره وفجأة بيتحدف صاروخ في المبنى وبيكون على وشك انه ييجي فيهم فبيستغل توماس الفرصة وبيجري هو و تريسا لحد ما بيستخبف قوضة فيها زومبي كان بيتعمل عليها تجارب واول ما بيدخل جانسون للقوضة بيكسر الزومبي الازاز وبيعضوه فبيهرب توماس و تريسا وبيطلع على سطح المبنى لان المبنى خلاص ولع وما فيش طريقة للخروج منه وساعتها بييجي صاحبهم مايك بالطيارة وبيكون مش عارف يقرب منهم عشان ياخدهم هما الاتنين فبتكرر تريسا تضحي بنفسها وبتحدف توماس عند الطيارة وللأسف بتقع في المار وبتموت قدام توماس اللي بيكون منهار جدا وبيفقد الوعي وتاني يوم بيفوق وبيلاي نفسه على جزيرة وبيبدأ يتطمن على صحابه انهم عايشين وبيكرر فعلا انه يعمل المصل من دمه عشان ينقذ البشرية وبيخلص الفيلم ياريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة اشتركوا في القناة